شكراً سيد الرئيس على عقد هذه الجلسة الهامة والشكر موصول للسيدة قيلاني لمشاركتها معنا اليوم في هذه الجلسة السيد الرئيس قبل خمس سنوات وتحديداً بتاريخ 22 شباط فبراير 2014 2014 اعتمد مجلس الامن القرار رقم 2139 حول الوضع الانساني في بلاد سوريا واسمحوا لي هنا أن أذكركم ببعض ما قلته أنا من على هذا المنبر يوم اعتمادكم لهذا القرار وأقتبس إن دعم السوريين إنسانياً لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم القول مع الفعل وتم الابتعاد عن تسييس المواضيع الإنسانية ووقف الأرهاب فالأنشطة التي تقوم بها المجموعات الأرهابية المسلحة بما فيها تلك المرتبطة بتنظيم القاعدة هي السبب الرئيسي للمعاناة الإنسانية للشعب السوري انتهى الاقتباس سأوضح لعنايتكم اليوم باختصار لماذا أعيد على مسامعكم ما قلناه قبل خمس سنوات وذلك من خلال النقاط الثلاث التالي أولاً قلنا قبل خمس سنوات أن دعم السوريين إنسانياً لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تلازم القول مع الفعل وهذا لا يزال سارياً حتى يومنا هذا فكيف يمكن لدول بعضها أعضاء دائمين في هذا المجلس الإدعاء بأنها حريصة على الوضع الإنساني في سوريا في الوقت الذي تقوم فيه حكومات دولهم بدعم الأرهاب وبنشر غير شرعي لقواتها على أراض سورية وشن العدوان تلوى العدوان على بلادي الأمر الذي أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين السوريين وغالبيتهم من النساء والأطفال وتدمير البنى المدنية التحتية وهو الأمر الذي أكده الكولونيل الفرنسي فرانسواري جي لوجيه الذي يتولى مسؤولية توجيه المدفعية الفرنسية في التحالف العدواني اللاشرعي ضد بلادي وذلك في مقال نشرته دورية ناشونال ديفينس ريفيو عند مقال قبل أيام قليلة فقط وأقتبس مقاله الكولونيل الفرنسي لقد دمرنا بشكل هائل البنية الأساسية التحالف ركز على الحد من خسائره وهذا ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد القتلى من المدنيين ومن مستويات الدمار وتساءل هذا الكولونيل بالقول كم بلدة سورية ينبغي أن يحدث بها ما حدث في بلدة هجين كي ندرك أننا نسلك المسار الخطأ ثم قال الكولونيل الفرنسي إن التحالف كان يمكنه القضاء على المقاتلين المتشددين بشكل أسرع وأكثر كفاءة بكثير من خلال إرسال ألف جندي فقط وختم هذا الضابط الفرنسي حديثه متسائلا لماذا لدينا جيش لا نجرؤ على استخدامه انتهى الاقتباس سأجيبكم على هذا السؤال أيها السادة من خلال تذكيركم بما بشر به الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في هذا المجلس بالذات حول حاجة التحالف الدولي إلى ثلاثين عاما للقضاء على الأرهاب في سوريا تنبأ بأن القضاء على داعش والأرهاب في سوريا يحتاج إلى ثلاثين عاما إن كلام الرئيس أوباما يتناغم وكلام هذا الكولونيل الفرنسي لوجيه ليؤكد ما قلناه مرارا حول أن هدف هذا التحالف اللاشرعي لم يكن يوما مكافحة الإرهاب وإنما الاستثمار فيه لاستهداف مقدرات الدولة السورية وإطالة أمد الحرب المفروضة عليها وإغراق دول وشعوب منطقتنا في فوضى الصراعات الوهمية كيف يمكن لدول بعينها بعضها أعضاء دائمين في هذا المجلس الإدعاء بأنها حريصة على الوضع الإنساني في سوريا في الوقت الذي تفرض حكوماتها عقوبات اقتصادية جائرة على أبناء الشعب السوري عقوبات طالت جميع مناحي حياتهم اليومية حيث حالت دون تمكنهم من تأمين احتياجاتهم من غذاء ودواء وحليب لأطفالهم هذا ناهيك عن المعاناة التي يعيشها السوريون في هذا الشتاء القارس جراء آثار هذه التدابير الهمجية على قطاع الكهرباء والنفط والغاز إن هذه الدول التي تتباكى إنسانيا على الوضع الإنساني في بلادي تستكمل إرهابها السياسي بإرهاب اقتصادي لا يقل عنه ظلما وإجحافا وخروجا عن الشرعية الدولية عوضا عن مراجعة الذات والعدول عن الخطأ فالعدول عن الخطأ فضيلة كما يقال في المثال العربي وعندما نتحدث عن إرهاب اقتصادي فإننا لا نبالغ في هذا التوصيف لأن ما تقدمه لنا بعض الدول من مساعدات مشروطة ما تقدمه لنا من مساعدات مشروطة بيمينها تفقدنا أضعافه بيسراها من خلال الأضرار التي تلحقها تدابيرها القسرية باقتصادنا الوطني وتعاملاتنا التجارية الدولية ثانيا قلنا قبل خمس سنوات إن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تم الابتعاد عن تسييس المواضيع الإنسانية وهذا القول لا يزال ساريا حتى يومنا هذا فكيف يمكن لحاملي القلم للملف الإنساني السوري في مجلس الأمن الأطلاع بمهامهم في الوقت الذي يتجاهلون فيه ضرورة التشاور والتنسيق مع الحكومة السورية إننا ندرك أن للدول الحق في إدارة علاقاتها الثنائية على النحو الذي يخدم مصالحها ونحن بطبيعة الحال نتمتع بهذا الحق ونمارس سياستنا الخارجية وفقا له إلا أن الحصول على عضوية مجلس الأمن هذا تفرض على من يتمتع بها التزامات بالسعي للتشاور والانخراط مع الدول المعنية للتعرف على آرائها ومشاغلها والتحديات التي تواجهها كي يقوموا بالمسؤوليات المناطة بهم وفقا لإحكام المثاق وتنفيذا لقرارات مجلسكم الموقر وليس وفقا لأجنداتهم الخاصة وأهوائهم السياسية قصيرة النظر لقد عبر زميلي المندوب الدائم لبلجيكا باسم حاملي القلم الإنسان على انشغاله العميق بمصير من أسماهم باللاجئين السوريين الذين حدد عددهم بخمسة وعشرين ألفا ممن خرجوا من بلدة هجين السورية السورية وليس فلوريدا إلى معسكر الهول السوري معسكر الهول في سوريا وليس في كاليفورنيا وأضاف الزميل البلجيكي أنه حزين لوفاة ستين طفلا وبالغا في رحلة الانتقال من هجين السورية إلى معسكر الهول السوري أريد أن أذكر زميلي السفير البلجيكي بأن الكثير من هؤلاء الذين وصفهم باللاجئين السوريين هم ليسوا سوريين بل أوروبيون وكثير منهم جاءوا من بلجيكا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وأسبانيا والسويد طبعا أنا هنا أتحدث عن آلاف الإرهابيين وآلاف المدنيين من عائلات هؤلاء الإرهابيين يعني كلهم غير سوريين لم أسمع من زميلي من دوب بلجيكا أي دعوة من بلاده لبلادي للمشاركة في مؤتمر بروكسل 3 هذا المؤتمر بروكسل الثالث لم يوجهوا لنا الدعوة لا لبروكسل واحد ولا بروكسل اثنين ولا بروكسل ثلاثة علما أنه بالدعو أنه الحاملين القلم الإنساني وحريصين على الوضع الإنساني في بلاده هذا يبرهن بحد ذاته على أن الدوافع الكامنة وراء عقد مؤتمرات بروكسل بنسخها الثلاث ليست دوافع إنسانية أبدا بل هي دوافع سياسية معادية للدولة السورية بامتياز وذلك بهدف إطالة عمر الأرهاب والاستمرار باستخدام العامل الإنساني كمادة للابتزاز ولتعميق عدم الاستقرار في علاقات دول المنطقة ببعضها البعض ثم كيف يمكن لدول بعضها أعضاء في هذا المجلس الإدعاء بأنها حريصة على الوضع الإنساني في سوريا في الوقت الذي تمنع فيه عودة المهجرين السوريين إلى منازلهم وقوراهم بعد أن تم تحريرها من الإرهابيين وتضع العراقيل المصطنع في وجه عودتهم وتربط العمل الإنساني والتنموي بشروط مسيسة تتناقض ومبادئ العمل الإنساني بمناسبة الحديث عن تسييس الوضع الإنساني في سوريا السيد الرئيس لا بد لي من الإشارة لما كنا قد أثرناه عشرات المرات لجهة اعتماد تقارير الأمم المتحدة على ما يسمى بالمصادر المفتوحة وكنت قد أعلمتكم الشهر الماضي عن قيام أحد مراسلي صحيفة ديرش بيجل الألمانية بفبركة الأخبار حول سوريا على مدى سنوات أخبار كاذبة لا لشيء إلا لشيطنة الحكومة السورية اليوم أعلمكم بأن أحد العاملين في شبكة البي بي سي واسمه ريام دالاتي أكد أن المشاهد التي قيل أنها صورت في مستشفى دوما في غوط الدمشق عقب الهجوم الكيميائي المزعوم هناك ليست إلا مسرحية مفبركة الأمر الذي دفع البي بي سي للتبرأ من نتائج تحقيق دالاتي وإيقاف هذا الإعلام عن العمل أؤكد لكم جازما أنه لو خلص هذا التحقيق إلى تأكيد هذه الحادثة المزعومة يعني استخدام الكيميائي في مستشفى دوما لكانت الدول المعادية لسوريا قد صادقت على روايته واعتمدتها كذريعة لشن عدوان ثلاثي آخر على بلادي من خارج إطار الشرعي الدولي ثالثا قلنا قبل خمس سنوات إن دعم السوريين إنسانيا لا يمكن أن يتم بشكل صحيح وفعال إلا إذا تم توقف الإرهاب وقف الإرهاب وهذا القول لا يزال ساريا حتى يومنا هذا كيف يمكن لدول بعض أعضاء في هذا المجلس الإدعاء بأنها حريصة على الوضع الإنساني في سوريا في الوقت الذي لا تزال تقدم فيه الدعم والحماية لما تبقى من المجموعات الإرهابية وكيف يمكن لبعض الدول الغربية القول بأنها حريصة على مكافحة الإرهاب ومحاسبة مرتكبيه وإنشاء الآليات التي تعرفونها في الأمم المتحدة تريبل آي أيم وإلى آخره في الوقت الذي ترفض فيه وقف توظيف هذا الإرهاب سياسيا في الوقت الذي ترفض فيه وقف توظيف هذا الإرهاب سياسيا وترفض استرداد رعاياها من الإرهابيين لتخليص السوريين من شرورهم إن سياسات بعض الدول قد جعلت من الصكوك الدولية وقرارات مجلسكم هذا الخاصة بمكافحة الإرهاب سلعة يتم الإتجار بها في بازار رخيص يمثل بازار داعش للنخاسة ختاما سيد الرئيس المطلوب اليوم العمل بشكل صادق مع الحكومة السورية وفقا لإحكام القرار 46 على 182 في ظل الاحترام التام لسيادتها وقد شاهدنا قبل أيام ما يتيحه التعاون بين الحكومة السورية وشريكها الإنساني الهلال الأحمر العربي السوري من جهة والأمم المتحدة من جهة ثانية عندما يستبعد العامل الخارجي المعرقل إذ مكننا هذا التعاون من تحقيق إيصال ثاني للمساعدات إلى مخيم الركبان الذي تحتله القوات الأمريكية بالمناسبة يبدو أنه يجب أن نذكركم كل خمس دقائق بأن مخيم الركبان تحتله القوات الأمريكية الغازية لجزء عزيز من أراضي بلادي والذي ينتشر فيه الإرهابيون وتقديم المساعدات المنقذة للحياة وخدمات الرعاية الصحية والدعم لقاطني المخيم واستكمالا لهذا الجهد قامت الحكومة السورية وبالتنسيق مع الجانب الروسي الصديق بفتح ممرين إنسانيين لتوفير الخروج الآمن والطوعي للمدنيين المحتجزين من قبل القوات الأمريكية والمجموعات الأرهابية التابعة لها بسمو حالهم صقور الصحراء تنظيم إرهابي بسمي حاله صقور الصحراء هجم على مدينة السويدة قبل أشهر وقتل 327 مدني عند الفجر وسبى 32 امرأة ثم عادوا إلى نفس المنطقة التي يتواجدون فيها تحت الحماية الأمريكية نتطلع لدعم الجهود السورية والروسية بما يكفل إنهاء معاناة قاطني المخيم الذين يرغبوا غالبيتهم بالعودة إلى مناطق سيطرة الدولة كما قالت السيدة جيلاني وذلك وفقا لاستبيان قامت به الأمم المتحدة مؤخرا وكذلك إنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية والعصابات الأرهابية التي تدعمها لقد أشار زميلي السفير الفرنسي إلى أن الحكومة السورية قد وافقت على 40% فقط من طلبات إرسال مساعدات هذا الكلام غير صحيح بالمطلق لأن تقرير الأمين العام الذي عرض عليكم والذي استند إليه زميلي من دوب فرنسا لم يشر هذا التقرير تقرير الأمين العام يعني تقرير الأوتشا لم يشر إلى موافقات الحكومة السورية على كل على كل بدون استثناء الطلبات التي تقدم بها برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية لشؤون لاجئين واليونيسيف واللجنة الدولية للصريب الأحمر والمنظمات الدولية غير الحكومية كل في اختصاصه سواء لنقل الغذاء أو المواد والسلال الإغاثية أو العناية الصحية الأولية وخدمات التلقيح هذا النقص في المعلومات في تقرير الأمين العام تساءل عليه الأوتشا كي لا يقع زميلي مندوب فرنسا في الخطأ الذي وقع به سيد الرئيس إن على مجلسكم الموقر هذا إعلاء قيم القانون الدولي ومبادئ الميثاق والحيلولة دون استخدام مسألة المساعدات الإنسانية النبيلة كوسيلة لزعزعة استقرار الدول أو التدخل في شؤونها الداخلية وهو الأمر الذي نراه للأسف يتكرر اليوم بشكل فضل في جمهورية فنزويلا وما كانت التجربة لتتكرر في فنزويلا لو لا نجاح البعض في استثمار الموضوع الإنساني لابتزاز بعض الدول الأعضاء سياسيا كما جرى معنا في سوريا شكراً سيدرائز شكراً سيدرائز al señor representante